سادة المنتخبين المحليين عند تثبيتهم بالنتائج سواء الذين انتهت عهدتهم الانتخابية والمنتخبين المحليين الذين ستبدأ عهدتهم الانتخابية أن يتقدموا أو يكتتبوا تصريح بالمنتلكات لأن هذا واجب تستوري وواجب قانوني بفهم نص المادة واجب حماية أيضا كذلك يعزز شفافية في تسيير الأموال ومتلكات العمومية حماية المبلغين هي مطلب مطلب شكل شبه إجماع على مستوى الوطني وشبه إجماع كذلك على مستوى الدولي الهيئات الدولية دائما من بين توصياتها العمل على إيجاد آليات لحماية المبلغين ومن هذا المنبر نحن على مستوى الهيئة ننادي بإيجاد قانون لحماية المبلغين ربما فيه نقطة أساسية النصوص المقترحة المتعلقة بالسلطة العليا اللي شاف فيه ويقايم فساد ومكافعته تقترح أنه من بين صلاحيات أو من بين مهام السلطة العليا هي العمل على حماية المبلغين يعني من بين مهامها أو صلاحياتها هي العمل على حماية المبلغين حقيقة يمكن إيجاد قانون لحماية المبلغين ولكن سلطة العليا يمكن أن تلعب دور إلى جانب الحماية الجزائية والمدنية التي يمكن أن يحققها قانون إجراءات الجزائية والقانون العقوبات أو قانون يعني لاحق ممكن أن يجي لحماية المبلغين يمكن للسلطة العليا أن تتاخذ تدابير وآليات لحماية المبلغ في محيط